عزيزيات المتتبعات السلام عليكم انا شاف روز للطبخ الحلويات اليوم بإذن الله جبت لكم طاجين الجلبانة بكورات القرنون يجيب بزاف ابنين اقتصادي يصلح كطبق رئيسي في رمضان او في اي مناسبة تقدر اي مبتدئة اتحضره مكونات يعني تقريبا متواجدة في كل بيت هنا في الكوكوتس كما تبغي قدرت هنا يحاولي 4 مغار فتاة زيت تكون متوسطة مع سنة عثوم اشيتهم هنا انا بغي نخدم في الكوكوتس يعني نكون هنا بلخف سهلة يعني وسريعة هنا اضفت قطعة دجاج انت تقدري اي حاجة تقدري ديال عندك الحم السعملي ما عندك ش اللحم ما تستعمليش واذا ما عندك ش اصلا للحملات جيج ما تستعملي والو دير يعني ربوع قطعة جومبو يعني تعمل اقدر جيج هنا يجب كمياتها على الجلبان على سب افراد العائلة هنا يستعملت جلبان مجمد خصلته يعني تشلي مليح من المواد الحافظة ديري مغرف صغيرة تاع فلفل احمر ديري القليل من سكين جبير ديري القليل من فلفل اسود ديري القليل من الزعفران يعني طبق اقتصادي ويجيب زف بنين يعني الاخوات المحبي في الجلبانة بالقرنون هنا يقعد نقلي دائما نقلي على نار متوسطة باش الجلبانه هذيك يعني تدين نكهة على التوابل هنا يديري القليل القليل من الرس حانوت يعني توابل السبعة أنا أنا بغي في هذا النوع المرق المرق هذا بشي جينة بنين ديري القليل من الكركم يعني الكركم أصلا مادة صحية هنا اياه ونقلو دائما نقلو كما قلتلكم على نار متوسطة عندك الحم ديري ما عندك ش ديري دجاج ما عندك شقاه ديري كاركاس ما عندك شقاع يعني ديري ربع قطعة تاع جونبو يعني أي نوع مرق دجاج قضيت ديري ربع برك على خطر شوو شوية يعني قطعة وم بعدها مرق بالماء يكون ساخن يعني دائما نستمرق بالماء ساخن باش المواد انتعنا ما يتأثرش بالحرارة يتكون باردة هنا يكي مكتوفي نخلطوا قع المواد انتعنا عادي يعني هنا ينا نهضر مع المبتديئات تقريبا يعني يتابعوني بزاف مبتديئات بعد جيبي القرنون أنا درتنا القرنون يعني المصبر يجي مالح بصحنا بيته في الماء ليلة كاملة ونمخليتها في الماء واليوم الثاني شللته ودرته في الطاجين إذا لاحظتونا ما ملحتش الطاجين على خطر شلل القرنون هنا هذا يجي مالح المهم أنا بيته ليلة كاملة شللته وعدرته وما ملحتش الطاجين مبلع لكوكوتا عادي ولا لا درت في طاجين ولا يعني انت حرة يعني كل سيدة كيفشت طيب هنا كما كتشوفي جبت القليل من الفيونداشي تقدريت ديري بوري يعني هنا كميات حوالي ثلاثين الفتر الملح يعني لا خطش طاجين تعنا من الشمال هنا كنتيكم القرنون يجي مالح هذاك هنا يجيب القصبر طازي يعني قطعيه هذا الطابق يجي تقريبا بالقصبر يعطي فيه بنا ما شاء الله يعني نعطيكم كل المراحل تعالى الطاجين هذا اذا عندك سنة كبيرة تحثون مقسمية على زوج واذا عندك سنة صغيرة تدري واحدة انا عندي كانت وعندي واحدة كبيرة اكسمتها على اثنين واذا عندك ثوم بودرة استعملي ثوم بودرة يعني الحاجة اللي ستكون متوفرة عندك استعمليها هنا يزيد القليل من الفلفل عسود يعني هلا الاطباق هذي الجزائرية جيبنينة يعني ستخته بالهذا الطرق اللي نستعملوها تعالي تقليدية اللي كان اموتنا يديروها هذا القليل من سكنجبير يعني تقريبا نفس توابل اللي درناها في المراق نديروها هنا يعني هذا الطاجين يعني يعني اول مرة يندير في اليوتيوب يعني انا عندي سنوات في اليوتيوب وراني ينتبع يعني هذا من اطباق السيدة رزقي اللي قدمتهم في السنوات التسعينات هنا خلطي هذو كل مكونات اذا عندك الدجاج استعملي الدجاج يعني دجاج مطحون هنا حوالي ثلاثين فإذا استعملت الدجاج درير بوزدر يعني نعطي الكمية تقريبا كما نقول لكم هنا يعني نعطي المبتديات كل المراحل من بعد المراق انتعنا هذا القرنون كما تشوف هناك هذا القرنون كما تشوف فيه حبيت وخليت حبيت وخليت زوج حبيت وخليت حبيت وحبت تحنيه وصفات من الاشوار بسكويتل وصفات من التسعينات نقدم الكثير من أطباق نضيف الشابلير ومعرف ونص ومن بعد زيت نضيف طبق رئيسي نضيف طبق رئيسي لتجربة ومعرفة ونضيفة طبق رئيسي اتضيف أفكار من كل القنوات ونضيفه نجحة الاطباق نجحة 100% نجحة شابلير نجحة 10 دقائق نجحة 10 دقائق نجحة 10 دقائق يجب على زمن القوة يكون مرتفع يجب على المبتديات يجب على الصغير يجب على الصغير يجب على المبتديات لقد يجب على الصغير فوق الارض هو يتعلم ونسدي الوصفات من بعضها في الصحف الطريقية في البنة يخرج لها السيدات يلاحظون كل سيدة وعندها يكفش البنة يتحمر يجب أن يتحمر يجب أن تقوم بالزيت يجب أن يقوم بالفرينة ويأتي طبق ببنين يجب أن نعطي للأخوات لا تقوم بالحماية للأمانة والطباق اقتصادية جزائرية والبنين حتى لا تقوم بالفصل على الجلبان يجب أن تقوم بالجلبان قوم بقرنون ينطبئ المرق الأبيض لا يساعدني المرق الأبيض خصوصا في الغرب ندره المرق الأحمر قليلا وبعد ندره وضع القرات كما كنت اشتركوا في القرنون من بعد هذا كل زوج حبته القرنون نزيد نزيد بهم والفوق حصري على اليوتيوب من ايام السيدة رزقي في التسعينات في التسعينات انا تعلمتها وحضرتها عدة مرات فهو هنا نزيد نزيد مرات وحضرتها وحضرتها شاهي يتبعوني يبعوني في هذا النوع تحدي الاطباق ونهديها بهم خصوصا سيدات مخترمات ينعطيهم هذي الأطباق سيدقوني يجربون يجربون تطابق معدي ما نقول فيه زي انتهي قصبر اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة